تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوات توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ووجه الرئيس السيسي بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دولياً بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية من خلال إقامة مجمع صناعين متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها وذلك من منظور إنساني وأخلاقين وديني مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعي ليصبح مركزاً إقليمياً لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب